موسيقى السلام عليكم هاي فيكم فيديو جديد من هذا الفيديو سنستعرض معكم ميزات LiOS 13 في جميع أجهزة هبل طبعا النظام تنزل عن ايفون 6 لا سننزل عن ايفون 6 ولا 5S سننزل البداية عن ايفون 6S عندما نرى ايفون 6S نزل فيه النظام نظام نزل فيه بشقال ممتاز مثل وضع الليلي نشقله مثل ما نشوف الوضع اليدات هنا نشقل وضع الليلي وضع الليلي شقال هنا وبرضو النظام نزل على ايفون SE نفس الحركة الوضع الليلي شقال ممتاز والأداء حقه ممتاز استغرابت النابرة صند تخلي الأداء الأداء سريع ترى مثل ما تشوفون على ايفون SE يعتبر اخر نظام رح يدعمه نظام LiOS 13 لكن نظام سريع نظام سريع هناك تعليقات ومشاكل في النظام هناك أشياء كثيرة لا نتكلمها حين فيديو منفصل عن اداء فمثل ما قلت لكم نزلت على ايفون 6S و ايفون SE اول جهازين او اخر نزل عليهم وهذا النظام هو جوال او اسرع جوال ينزل على ايفون 6S والايفون 6S والايفون 7S والايفون 8S نبدأ الآن على ايفون 10S سأتكلم معكم عن الميزات كبداية مثل ما قلت لكم دارك مود هذا اول شيء للشخاص ينتظرون دارك مود ننزل تحت ندخل على الشاشة هنا نستطيع مشكلة الوضع دارك مود مثلا في التلقاء هنا مثل ما نرى نهار سيكون لونه ابيض ولكن يأتي الليل في قروب الشمس سيقلب لونه اسود او انك تضفيه تجعله داكن على طول طبعا الخلفيات تتغير على حسب إضاءة مثل ما نرى نفس الخلفياتين لكن نرى الإضاءة هنا لأنها دارك مود سيكون داكنة وهنا بما ان الوضع العادي سيكون لونها غير و هناك خلفيات جديدة نريكم بعض الخلفيات نقررها بالوضع العادي ووضع الـ dark mode نرى هذه الخلفيات اي خلفية عليها الدائرة هتعرف انها تتغير تجعلها مثلا في الوضع العادي ووضع الـ dark mode او انها تجعلها مثلا بعد شروق الشمس سيكون الوضع الـ light وبعد قروب الشمس سيكون الوضع الـ dark mode نستطيع ان نضغط الى ثنتين مثل ما نرى حين نتمنى هذا الوضع الـ light الوضع العادي الأبيض وهذا الوضع الـ dark mode مثل ما نرى اللون الأبيض هنا صار أسود مثل ما نرى هنا هذا فقط الـ 4 خلفيات نرى كيف تكون فهذا الفروق في وضع الـ dark mode طبعا الـ dark mode يحافظ على البتري في الايفون 10 والـ 10S والـ 10S Max فقط لان شاشاتهم OLED يحافظون على البتري وحين لو نرى الـ silent نرى الزر حق الـ silent كيف صار حين نرى فوق فهركة حلوة وحين أخيرا أبلا كانت الحركة الباية التي كانت أول موجودة مثل نفتح الجهاز ونطول ونقصر مثل ما نرى هذه العلامة الصج كرهت نعشاتنا الآن مثل نفتح لا يقطع في اليوتيوب أو أي مكان لا يحتاج لطول صوت القصرة ونطلع لك الاختصار في الجنب مثل ما نرى يقصر ويصير أصغير عندك في الجنب أحسن لك أن ترى فيدي ما يوقف على الشاشة عندك قدام يصير في الجنب أفضل طيب وبعد هنا نتقل الكيبورد لو نرى الكيبورد هنا أخيرا نحن من أبلا أن تنسلت الحركة البايخة التي كانت موجودة لو أنك تغير مثلا تروح الفيسات يجب أن تضغط هنا وتنقل وتروح الفيسات وتختار بعد أن ترجع مرة ثانية وتختار اللغة حين لا الفيسات تجعلوها مفصلين فالفيسات الآن موجودة لا موجودة في زر اللغة وتغيير اللغة فهذا حركة حلوة فحين الزر اللغة ستكون بس اللقطين اللغتين اللي حطتهم من العربية والإنجليزية وهنا الفيسات على طوط هذا حركة حلوة وحلوة هو الأجانب الذي يستخدم بس اللغة الإنجليزية فتكون أسهل لهم وليس لديهم لغة على طول اللغة الإنجليزية وهنا الموجودة على طول أو الفيسات فحركة حلوة وفي الكيبورد الآن في اللغة الإنجليزية تستخدم الحركة السريعة لكي تكتب بسرعة فحركة حلوة شاهدت كيف؟ هذا موجودة نضعها في نمس الجهاز حلوة الحركة هذا في الكيبورد في الكيبورد العربي يجب أن تكتب اختصارات مثلا جميلة نضعك الفيسات كانت فقط في الكيبورد الإنجليزية وصارت في الكيبورد العربي ويجب أن تكتب مرحبا ويعطيناك اختصارات جديدة فحركة حلوة في اختصارات نذهب إلى فايند ماي هذا هو البرنامج هذا كان برنامجين مفصلين فايند ماي فرنز وفايند ماي ايفون ندمجوا عندك في برنامج واحد فهنا الأشخاص هذا هو فايند ماي فرنز وهنا الأجهزة فالبرنامج كان فايند ماي فرنز ستشوفه هنا وهنا فايند ماي فرنز او أجهزتك تشوفهم هنا تشوف كل أجهزتك عندما تسجل على كيبورد تكون هنا موجودة طبعا حتى لو أن الميزة الجديدة لو أن جهازك نسرق و جهازك لا يتصل على الإنترنت بما تشقال يستطيع الجهاز نفسه يبحث عن أي جهاز قريب يبدو محدد موقع أرسلك هذا حركة حلوة في فايند ماي في جديدة تقول لكم الآن عند اي ميسج والسيتنج الموجودة لحركة الجديدة هناك حركة جديدة قبل نزلاتها إذا كنت تتكلم أي واحد في اي ميسج حتى موجودة في الأجهزة القديمة هذا الحلو فيها لا يجب الجهاز الجديد اللي فيه الفيس أو الشاشة اللاني موجودة حتى لو الجهاز قديم حركة حلوة تخشل العديدات تنزل ترى الرسائل وتستطيع تقوم بإمكانك ستاب هنا مشاركة الاسم والصورة الآن تستطيع تضغط هنا وتضع اسم لك واسم ثاني واسم أول هنا طيب إذا حطيت الأسماء تستطيع تخليه مثلا مشاركة الاسم والصورة تستطيع تخليه لأي شخص ولا جاتصال أو السؤال دوما فحين مثلا لو ما عندك رقم يعني شخص تتوكم كلمة جديدة ولا عنده رقمك تقدر مثلا تضغط هنا بلاس تضع اسم لطول وإذا كلمتها رح يجي لها تنبيه ويجي لها برضو هنا في الجنب رح تطلع الصورة حقتك اللي حطيتها انت واسمك فهركة حلوة فانت بكيفك ماذا تخليه لأي شخاص اللي تعرفهم أو تخليهم لا أحد يشوف الصورة حقتك فانت بكيفك أو شخص كلمة وانت لا تعرفه سيطلع لك اسم حتى لو انك مستجل جوال سيطلع لك الكنيم حركة حلوة تقدر تقوم بها مثل ما قلت لكم تخش العجلات الرسائل وتخش من هنا تضغط هنا تضغط هنا تحليل اسم الصورة وتسوي الستطاب حقتك هنا هذا حركة حلوة وبما أننا نحن في اي ميسج فحين حركة حلوة لنازلة مثل ما نرى كلمت رقمي الثاني فطلع عندي على طلب مشاركة وكتب لي ممكن أحمد الخواجة مثل ما نرى يعني ما سجلت أصل رقمي هنا لا يوجد رقم سجل هنا جهاز جديد لا يوجد أي رقم لكن هنا نقوم بعمل الستطاب لأي شخص كلمة يطلع لأحمد الخواجة فطلع أحمد الخواجة بالاسم هنا حركة حلوة أي شخص يكلمك ونقوم بعمل الحركة سترى اسمه وترى الفيس ويضع الحركة مثل ما نرى الفيسات موجودة هنا ويضع الجوالات الآن ويضع الفيسات ويضع الحركة تستطيع ترسل أي صورة أو تستطيع تقوم بعمل خيس لون سكن الجلد مثل ما نرى الأشياء هناك أشياء طويلة وكثرتها الآن الشعر وضعت ستايلات كثيرة ننتظر مثل ما نرى وضعته لأحجاج 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 الخشم كما نرى الخشم الفم أيضا تستطيع تضع حلق هنا أيضا لأحجاج الشباب مثل ما نرى فأنواع كثيرة تجلس فترة لأحجاج 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 هنا أضغط هنا الآن الآن أو قلط في النظام لأحجاج هنا من أول فمثل هنا حركة لم أقوم هنا أرسل هنا هنا لأحجاج حركة حلوة تستطيع تقوم لأحجاج فمثل هنا هنا نضغط هنا أو نعدل هنا من أجل وكثير من أجل تقوم بعمل أجل وكثير هنا هنا تقوم بعمل حركات هنا هذه حركة جميلة تقريبا الأشياء موجودة ومثل المشاركة لو نشارك مثلا المشارك صورة نخش نسوي لها حين الحركة الحلوة أن نرسل المشاركة وترسلها مثلا بالأيردروب قبل أن نرسلها هناك خيار نضغط المشاركة ونرسلها مثلا رابط ونرسلها صورة عادية ونرسلها بالتصوير نفسها لا يخرب الوضوح مثلا نضغط نقوم بعمل نقوم بعمل ايردروب في الأجهزة نضغط نرسل الصورة ونرسل بنفس الوضوح ونرسل الصورة نرسلها بنفس الوضوح لا يقلل جودة الصورة فهذا أيضا حركة جميلة ونحن في الفوتو نتحدث عن الشكل الجديد الذي قمت بعمل لا أعجبني بالنسبة لي لا أعجبني لا أعجبني لا أعجبني لا أعجبني لا أعجبني لا أعجبني هذا الصور حركة هنا كافة الصور هنا في الأيام مثل اليوم هذا الصور كله لصوارت اليوم مثل ما نرى هنا بالأشهر هذا الصور بالأشهر مثلا هذا الأمس لا أعجبني بالأشهر هنا جون وانت ماشي مي 2019 وانت راجع كذا تضغط على الشهر وترى الصور في الشهر نضغط هنا مثل ما نرى طبعا في الأشهر بالأيام بالسنوات لو تضغط بالسنوات ترى الصور الحركة الجديدة لو نرجع لك كافة الصور هذا ما أعجبني أنا لا أعجبني أيضا تقدر تزوم منذ ما نرى نرجع هنا نفس الحركة موجود تقريبا كانت أول هنا نضغط حركة تقدم وترجع بالأزرار هنا هنا التحديد هنا موجود من الزمان والتحديد التحديد تحدد عليهم بسرعة موجود من الزمان فهذا الحركة الجديدة وحين نشغلت فيديو تستطيع تقوم بإيدة تنقل الفيديو من نفس برنامج ألبوم الصور لا يحتاج أن تنزل برنامج مثلا هنا عندما نسمع صوت هنا نضغط التحرير تستطيع تسوى أفكتات على الفيديو كانت أول فقط على الصور ثم تزيز فقط على الفيديو نسب تلك هناك أشياء كثيرة خمس كار لا نسب أول موجودة على الفيديو كانت فقط على الصور في الأبوم الصور يوجد أشياء كثيرة لا تتوقع أن سأغطيها لكم جدا لأن كثيرة نضغط الفيديو هناك أشياء لازم تجد على الالبوم الصور وتشوف الحركات والاشياء اللي انزلت جديدة خاصة في التعديل على الصور والفيديوهات اتوقع كذا لازم ننهي الفيديو ما نبي نطول اكثر فننتظرنا في الجزء ثاني فقوم ننهي الفيديو اول شي السؤال اللي رح يجيني كل مرة كيف نزل النسخة التجربية هذه ما انصح اي شخص ينزل ذلك النسخة النسخة فيها مشاكل الجهاز حقك رح يخترب بطاريتك رح تنعدم الجهاز ما بمفيد في الاستخدام الطبيعي البطارية تهرب كثير مشاكل في الجهاز الشباكة مثل ما تشوفون احين كيف السبتلات القديمة ما كانت لنفس الحركة فاني منزلها لكن ما رح استخدم استخدام طبيعي البطارية بسرعة تخلص في اليوم اشينا مرتين كن اي فون 5S صاير عادي استخدم احين لك المشاكل اللي صايرة عندي لان انا متحملها بعض البرامج ما تشتغل عندي مثل ما تشوفون البرنامج يفتح يطلع من البرنامج كذا برنامج لدي ما يشتغل مثلا لو ارسل رسالة لي اذا جاتي رسالة فوق ما قدر ارد عليهم في الرسال يطلع من البرنامج ما قدر ارد لازم افتح الرسالة افتحها وارد من داخل كراشات كثيرة موجودة بارضة اذا سجلت مثلا لو سجلت فيديو هل سأعلمكم بس الاشياء الخفيفة مثلا لو سجلت فيديو خلصت تسجيل الفيديو حيما ما يحذف الفيديو من هنا ما ينحذف مثلا ما نشوف ما ادري ليش لازم يفتح الفيديو من هنا ما ينحذف فمشاكل كثيرة في النسخة ما انصح اي احد ينزلها اذا تريد تنزلها انتو مسؤوليتك الطريقة كيف بمانها للنسخة التجربية الاولى فما دي تنزلها من انترون تنزل ملف تعريفي لا لازم اول حاجة تفتح حساب مطورين عن دابل لفتحت حساب مطورين عن دابل تقريبا قيمة الحساب 100 دولار في السنة ولازم يكون لك لابتوب ابل لازم يكون نسخة تجربية في اللابتوب نamo أيضا لنسخة تجربية اد RacS ويكون أيضا نسخة تجربية وبعدين تنزل نسخة تجربية اللي هو الـ iOS 13 في اللابتوب اللي هو النسخة التجربية اللي في الـ iTunes نسخة تجربية اللي في الـ X-Code نسخة تجربية وتشبك الجهاز حقك بالنسخة تجربية حقتك يعني نسلت الـ iPhone XS وتنزل النظام طبعا بعدين أبل ممسؤول لك إذا تعلق الجهاز صار في أي شيء أبل تقول لك أصلا نسخة تجربية لكن طبعا الشهر الجاي ستنزل نسخة تجربية هذه لكن للسخة تجربية العامة أيضا أبل تقول لك ما نصحك تنزل نسخة تجربية حق أي جهاز لأنه إذا صار فيه شيء الجهاز أنت المسؤول ما لها شغل فيك أبل يعني لو اخترب الجهاز من نفس النظام من نفس النظام الذي أنت منزله أنت المسؤول عن جهازك فما نصحك تنزل الآن منزله لكم لكي نسوي لكم الميزات الموجودة المهم يطولها زيادة في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع والتعليقات كنت هات تهمني وانتظروني في فيديو ثاني والسلام عليكم